طبعا هذا الموضوع البنك المركزي ما خل طريقة ولا أدوات من أدوات ما استخدمها للمحافظة على قيمة الدينار العراقي الدولار الأمريكي يفترض أنه تقل التعامل بيب داخل العراقي للحد الأدنى ولذلك الآن هسا مثلا شوفين بعض المواطنين الذين يسافرون غلقت مثلا عليهم المصدر اللي عن طريقة رافدين بعض الشركات الصرافة أيضا اعتدرت ما لا تنطيهم يعني هو مطلوب وبس بنفس الوقت محاولة سيطرة على هذا الدولار اللي لا يتسرب إلى الخارج احنا بالعراق إذا ما نحترم الدينار العراقي ونعتبرها العملة المحلية الوطنية اللي بكامل استحقاقها لأنه هي مغطاة بالكامل بالاحتياطي هي لها قيمة معنوية ومادية كل شيء رائحة ليش هتعامل بي الدينار في هذا الإطار يعني أنا لا أفهم كيف تكون وأنا أتكلم على مدى عشرين عام من السياسة النقدية والتعامل المالي للدولة العراقية عملة يجب أن تكون مدعومة وبنفس الوقت التاجر يحصل على الدولار من داخل البلد ويذهب بها للخارج لماذا لا يكون كل التعامل في الداخل بالدينار والسندات فقط والأرقام التي تحول عن طريق الدولة هي فقط بالدولار كلام دقيق وصحيح مئة بالمئة وأنا أيدك علي وأتمنى أنه الكل يلتزم بهذا الحديث لكنه مع الأسف أن هؤلاء الناس هم أصلا خارجين عن القانون بصراحة يحاول أنه قدر مستطاع أن يستخدم أي وسيلة أو أي طريقة من أجل أن يتحصل على هذا الدولار بطريقة المشروعة أو غير مشروعة ويسخره لأغراض الخاصة يعني أنت اليوم عندك تستعامل بالدينار بسوق المحلية لماذا تحتاج الدولار؟ تريد تستورد تقدم فواتيرك إلى أي مصرف وبعدين حتى البنك المركزي ما راح يكون الدور بهذه العملية اللي كانوا يدعون أنه البنك المركزي أخرنا شهرين وثلاثة شهر وأربعين يوم الآن حتى هذه العملية ما عادت موجودة لأنه أنت عندك حساب في مصرف هذا المصرف عنده حساب بمصرف مراسل خارجي ويتم تعزيز أرسته بالخارج وبالتالي راح يتم الحملية سيقول قال أنه ضعف الإجراءات الرادعة ضعف العقوبات المصرفة سمحت للمتلاعبين صحيح أنا معك بدليل أنه قبل يومين عد ما صدر من الخزانة الأمريكية قرار بإيقاف أحد المصرف بالتعامل بالدولار حسينا أنه هذا ضعف في إداء الرقابة وتراخي في تنفيذه نحن عندنا معايير دولية عالمية هذه معايير المفروضة أن نلتزم بها 100% لماذا نحاول أنه نخرج عن هذا الإطار؟ متى ما نلتزم بهذه المعايير؟ ما حد راح على قولة المصري أمشي قنب الحيطة ما حد يتحرش بك هذا اللي يصير مع الأسف ولذلك اليوم والبارحة بعض المصرف أيضا عطلت عن العمل بالدولار نعم طيب يعني أستاذ الاجتماعات التي عقدها البنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي كيف ترون نتائجها إنعكاساتها على الاقتصاد المحلي؟ هل سيكون هناك نتائج إيجابية؟ أكيد نتائج إيجابية والمفروض أنه يستمر العمل بهذه الطريقة من خلال التعاملات مع المصارف المراسلة اللي راح تكون عندنا أكثر من عملة للتعامل الخارجي ليس فقط الدولار وإنما هناك سلة عملات منها اليورو واليوان والأربية والدينار الأردني والريال الإماراتي وكل العملات لكن المشكلة عملية الحصول على هذا الموضوع يعني إذا تسمحوا لي أنا أتحدث من وجهة نظر مستقلة يعني اليوم أكو اجتماع صاير باللجنة المالية في البرلمان مناقشين موضوع بيع النفط بغير عملة الدولار وطبعا هذا الموضوع يعني بمشاكل نوقش سابقا أصلا نعم نوقش سابقا وبعدين أنت لا تنسى 60% من التعاملات العالمية هي ذات تنب الدولار فإذا عملية صعبة لكن لو تسمحوا لي أنه إحنا على الأقل تقدير أكو هناك بروتوكول معقود في عام 2004 بين الحكومة العراقية أنا ذاكي مثلها الحاكم المدني بريمر والحكومة الأمريكية وكان موقع على هذا البروتوكول أحمد تشلبي رئيس اللجنة المالية ودكتور سينان الشبيبي في ذلك الوقت على أنه لا يباع النفط العراقي إلا بالدولار وأنه الدولار هذا يودع في الخزانة الأمريكية ومن ثم يسحب العراق متى ما يحتاجه هذا الموضوع يجب أن يعاد النظر على الأقل تقدير في صياغة هذا البروتوكول على الأقل سمحوا لي نحن نطالب بإخراج القوات الأمريكية والقوات المستشارين للجانب نعم نحن لا نريد أن نحس بالاستقلالية لكن في نفس الوقت هناك ضغوط بنفس المستوى على الجانب الاقتصادي فمتى ما تحررت من هذا القيد ذاك الوقت سأقدر أتصرف جميعهم أستاذ عبد الرحمن البنك المركزي كما ذكرت في بداية اللقاء استخدم كل الأساليب كل الطرق للحفاظ على قيمة الدين العراقي أمام الدولار مع هذا ما يزال الفارق في السوق السوداء كبيرا جدا مع هذا ما يزال للمتلاعب المساحة الكافية للعب والسرعة أو تهريب الدولار والعملة الأجنبية بالتالي لن يغير الموضوع كثيرا استخدام عملات أخرى أجنبية أستاذ علي جنابك أنت تدري كل الزين أنه الآن السوق الموجود هو حقيقة هو ليس سوق موازي حقيقي وإنما نحاول أن نجعل عنده سوق موازي وإنما هو سوق سوداء شو وقت رح يصير عندنا سوق موازي متى ما يكون عندنا مصدر ريعي غير النفط عندما يكون عندنا هناك وارد من بيع منتجات صناعية أو من زراعية أو من سياحة الآن يعني قبل الأيام جنابك تسألتني على زيارة معرض بغداد أنا من رحة المعرض بغداد اتفاجأت هذه كلها هذه صناعة عراقية موجودة لحد الآن المواطن ما مكتفي بيها زيان هذه ليش ما أتوسع فيه إنتاجها وبالتالي أصدر من عنده إذا ما رد أصدر بالوقت الحاضر على الأقل ما أستورده فهذا ما رح يسوي لي أولا رح يمنع الهدر بالدولار اللي دي يطلع بحجة الاستيراد ودي يتسرب من عنده كثير وبنفس الوقت رح أجلب دولار رخيص من الخارج نتيجة بيعي بهذا باختصار يعني قبل قليل ذكرت لو كان بإمكانك أنه تفرض الدينار ما المانع من أنه يفرض التعامل هنا بالدينار العراقي طيب هل هناك إجراءات ممكن أن تعزز استخدام الدينار العراقي بعيد سيدتي الفاضلة نعم في الدستور العراقي اللي يصدر عام 2005 ثبت بي أنه اقتصاد العراقي اقتصاد السوق وليس اقتصاد المغير الشمولي اللي كان موجود بالسابق فعلى هذا الأساس ما نقدر نتعامل مع أصحاب الأموال بالطريقة اللي كنا نتعامل معها قبل 2003 فإذن على هذا الأساس الإلزام يكون أدبي الإلزام يكون أخلاقي يعني عندما تصرفت الحكومة وأرسلت بعض أفراد الشرطة والجيش والأمن الوطني لغرض القائل قبر على المتلاعبين بالدولار قبت العيطة عليه هنا وتالي وصارت المشكلة كل اشتشبيرة الآن يجب أن يقتنع ويكون هناك ثقافة لدى المواطن أنه المواطن يدرك أنه هذا التعامل هو غير شرعي وبالتالي رح ينعكس سلبا على إداءة بالبلد هذا اللي نتعامل